بعد ما عملنا عملية للأدوار هنبتدي نعمل موضوع وهو تقسيم البلطات والأعمدة والقاميرات والشيرولز لأريا صغيرة علشان ضقة النتائج ويكون لهم نفس التقسيم بحيث نضمن الكونتينيوتي وبحيث في زي ما قلنا انه الغرض الرئيسي انه المنشأ كله يكون وشغال كله مع بعضه وبالتالي ده هيكون دقيق جدا في اخراج النتائج من الموديل فلو ابتدينا ان احنا نعمل مش انجليه الاسلابس هقوله سيليكت سيليكت اوبجيكت طيب فلورز سيليكت كده اختار البلطات و بعدين من قايمة اه militarize automatic مش sitting for floor اقوله انه الميش سايز بوينت فايف متر طبعا انا ممكن اخلي الميش سايز بواحد ولكن كل ما كانت اقل كل ما كانت النتائج اضق و اقول له اوكي وبعدين بختار بقول له سيليكت سيليكت بختار المرة دي الكولومز والبيمز وبقول له سيليكت وبعد كده بقول له من قائمة الصين frame frame auto mesh options frame auto mesh options بتأكد انه الميش متفعالة والميش متفعالة واقول له اوكي بختار تاني من previous selection او من نفس الoption select select object types للكولومز والبيمز واقول له select واقول له assign frame frame floor matching options واقول له include selected frame object in mesh واقول له apply يبقى يبقى كده no selected object where found طيب اختار تاني اقول له select select object types للكولومز والبيمز واقول له select واقول له apply واقول له اوكي بعد كده بختار select select object type الشير وولز واقول له select ويبقى كذلك الامر من قائمة assign shield آآ اوول اوطو مش options ويبقى له اوطو ريكتانجيولار مش لازم اكون مفاعلها واتبانصد اتأكد انه تقسيمة المش بتاعت الشير والنص زيها بالضبط زي الايه زي تقسيمة ال آآ السلابس ما ينفعش تكون واحد مثلا لازم تكون نفس التأسيمة عشان الcontinuity وعلشان التحميل يكون تحميل سليم بطريقة صحيحة واقول له اوكي 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 يبقى ازا آآ اسمنا آآ وعملنا مشنج للسلابس والبيمز والكامرات آآ وفي الآخر علشان اضمن انه آآ اوفر اول آآ المشنج متنسقة وآآ متحدة مع بعضها ونفس التأسيمة الجوينت للسلابس النود نفسها ماشية مع النود الخاصة بالشيل بختار المنشأ ككل بقل له بتكون آآ يعني هي نفس الايه نفس الاجس نفس البوينت نفس النود وبالتالي بضمن ان المنشأ آآ شغال وآآ شغال بطريقة صحيحة وبالتالي النتائج نفسها ان شاء الله هتكون آآ سليمة ودقيقة جداً اشتركوا في القناة